السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري جدرات في واحدة تأمين البضائع وأجسام السفر طبعا زي ما انتوا عارفين ان انتوا في الترم الأوليني أخدتوا اللي هو تأمين السرقة وتأمين الحريق هناخد في الترم التاني تأمين البضائع وأجسام السفر والواحدة التانية اللي هو تأمين السيارات بس هيا حلقتنا النهاردة هنتكلم عن تأمين البضائع وأجسام السفر وزي ما احنا عارفين ان احنا في الجدرات بنبدأ ان احنا ناخد الأجزاء أو المخرج بتاعنا احنا عندنا في الواحدة دي أربع مخرجات المخرج الأوليني بيكلم عن تأمين النقل البرج وصائق التأمين النقل البر المخرج التاني بيكلم عن تأمين النقل الجوي والمخرج التالي بيكلم عن تأمين النقل البحري وآخر مخرج اللي هو بيكلم عن أجسام السفو طبعا النهاردة هنتكلم عن المخرج الأوليني اللي هو وصائق التأمين النقل البر النقل الايه؟ البر وزي ما احنا عارفين ان احنا في الجزء ده بنقيم بعد ما نخلص المخرج أو بعد ما نخلص الجزء بنبدأ نحن نتقيم عليه هنا المخرج الأولين هو وسائق تأمين النقل البري هتتقيم عليه بتلت تقييمات ايه هما التلت تقييمات؟ أول تقييم زي انت تعمل طلب التأمين طلب تأمين طلب تأمين لوسيقى التأمين النقل البري طبعا احنا نأخذ مع بعض ونعرف ازاي انت تم للطلب لو انت اصلا اغدين او متعودين اللي انت ازاي بتم لطلب التأمين. طيب المرفق التاني اللي انت هتتقايم عليه اللي هو ده الوصيق التأمين اللي هو النقل البري. وهنعرف شكله او البيانات بتاعة الوصيقة زيه. اخر توكيم هتتقايم اللي هو دليل تساول اختبار تحليلي على المخرج ككل. يبا احنا عارفنا احنا نتقايم عليه وعارفنا المخرج بيتكلم عن ايه? بيتكلم عن طبيعة النقل البري ويهي الشروط بتاعته. وهنتكلم على طلب التأمين ووصيقة التأمين. واخر حاجة زي ان انت تسوية التعويضات. ده اللي هو في المخرج الاوليني. وصيقة تأمين النقل البري. هنيجي مع بعض نشوف اول حاجة في الوصيقة. لازم تبقى عارف اللي هو التعريف اختار النقل. تعريف اختار النقل اللي احنا نشوفها مع بعض على الشاشة. ان هي تلك اللي بتتعلق بما يسيب الممتلكات. اختار النقل. اختار النقل ده ان انا ممكن ان انا انقول ممتلكات واشخاص. مش بنقول ممتلكات بس او اشخاص بس. لا انا بنقول الاتنين. الممتلكات والاشخاص. وطبعا احنا عارفين الفردين الممتلكات والاشخاص. هنيجي مع بعض نشوفها هو تعريف اختار النقل. ان هي تلك التي تتعلق بما يسيب الممتلكات. اثناء نقلها من مكان الى اخر. وهي كذلك التي تسيب وسائل النقل وادواته من سفن والآلات. والتي تستعمل او تساعد في عملية النقل. وهي اخيرا تلك التي تصيب النقل او امين النقل نتيجة مسئوليته عن الشحن وسلامتها ومعاد وصولها. يبقى هنا اه تعريف خطر النقل ان زي ما احنا قلنا ان هي بتتعلق بما يسيب الممتلكات. اثناء نقلها من مكان الى اخر. وطبعا لازم برضك تسيب وسائل الايه? النقل وادواته من سفن وآلات. اخطار النقل. انا عندي اخطار النقل هما ايه? بتنقسم اخطار النقل الى 3 حاجات. اللي هو اخطار النقل الداخلي اخطار النقل الجوي واخطار النقل البحري. يبقى هنا اخطار النقل بينقسم الى 3 حاجات. اللي هو النقل الداخلي والنقل الجوي والنقل البحري. النقل الداخلي ده بينقسم الى حاجتين اللي هو النقل البري والنقل النهري او البحيرات او النهل النهري تاني حاجة اللي هو النقل الجوي النقل الجوي ده زي ما احنا عارفين اللي هو الجو اللي هو يبقى ايه طيور لو حصل اي حادث في الطيورة ده هو النقل الجوي النقل البحري اللي هو عن طريق الباخرة او السفينة هو ده اللي هو خاص بيه النقل البحري. يبقى احنا عندناك تلات انواع من النقل اللي هو النقل الداخلي والنقل الجوي والنقل البحري. هناخد كل واحدة على حدى اول حاجة هناخد النقل الداخلي. وقلنا ان النقل الداخلي ده بيمكاسم الى حاجتين. اللي هو النقل البري اللي احنا هناخده النهاردة او هو موضوع الحقلة بتاعتنا النهاردة اللي هو النقل البري من ضمن اللي هو النقل الداخلي زي ما احنا شايفينه هو اخطار النقل هي تلك الاخطار المتعلقة بعملية النقل داخل حدود الدولة او دول متجورة باستعمال وسائل النقل اخرى بخلاف صبف اعلى البحار وتتفرع الى اخطار النقل تاني حاجة اخطار النهري والبحيرات الداخلية ده هو الاخطار النقل الداخلي بينقسم الى حاجة اخطار النقل البري واخطار النهري والبحيرات الداخلية النوع التاني اللي هو اخطار النقل او هناخد اخطار النقل البري هي الاخطار اللي بتصاحب عملية النقل استمت على سطح الارض لو هي تمت على سطح الارض وبتشمل اخطار النقل بالسيارات والحافلات او السكك الحديدية على سطح الارض اللي هو النقل للبر النقل للبر ده إنه هنا بيكون خطر النقل ممكن يكون على النقل ده بيكون نقل على السيارات أو حيفلات أو السكك الحديدية اللي هو القطر أو ده بيكون على سطح الأرض تاني حاجة اللي هو أخطار النقل النهري وهي الأخطار اللي بيتعرض لها الشحنة ووسيلة النقل أثناء نقلها داخل الأنهار والبحيرات الداخلية يبقى احنا لازم نفرق بين النقل البرى والنقل النهري النقل البرى اللي هو عن طريق السيارات او عن طريق السكك الحديدين اما النقل النهري اللي هو عن طريق ان انا بنقول عن طريق الانهار والبحيرات الداخلية النوع التاني اللي هو اختار النقل الجو هنا بتتعلق هذه الأخطار بعملية النقل بالطائرات بما فيها عملية النقل على الأرض وقبل عملية النقل الجوي نفسها يبقى هنا أخطار النقل الجوي أن أنا ببنقل البضاعة بتاعتي أو الممتلكات اللي أنا ببنقلها عن طريق الطائرات وأن هنا عملية النقل دي من على الأرض وقبل عملية النقل الجوي نفسها دالت حاجة اللي هو أخطار النقل البحري بتتعلق هذه الأخطار بعملية النقل بالبحور والنقل على الأرض كجزء متمم لعملية النقل بالبحور إننا ده جزء إننا من على الأرض ده جزء متمم من عملية النقل بالبحور طبعا هناخد هنا تعريف النقل يعني إيه النقل؟ النقل هو انتقال الأفراد والبضائع من مكان إلى آخر وبيختلف وسائل النقل وتتعدد أنواعه منها البر والبحر والجو ويمكن أن يكون هذا المكان الذي ينتقل إليه داخل البلد الذي يعيشون فيه أو خارجه يبقى هنا ما يجعرف النقل؟ النقل إننا بنقل أشخاص أو ممتلكات من مكان إلى مكان آخر يبقى أنا بنقل يبقى هنا النقل هنا أنا بنقل الممتلكات أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر طبعا بتختلف وسائل النقل من وسيلة لأخرى هنا عندي كم وسيلة عندي فيه النقل البري والنقل الجوي والنقل البحري على حسب كل وسيلة من الوسائل اللي إحنا بنقل بيها بس هو بيكون الأشخاص بيبقى بنقل يأما أشخاص يأما بنقل ممتلكات اللي هي البضاء أو البضاء اللي أنا بنقلها ممكن أن أنا نقلها عن طريق النقل البري والنقل البري ده يأما سيارات يأما أوتوبيس يأما سكك حديد كل دي ممكن أن أنا أنقل فيها ده اللي هو النقل البري طب النقل البحري عن طريق الوسيلة بتاعتي اللي هي السفن النقل الجوي عن طريق الطائرة كل ده اللي هي الوسائل اللي أنا أدا أن أنقل ما بيجي عرف النقل اللي هي وسيلة تق donít الأشخاص والممتلكات من مكان إلى مكان آخر من مكان إلى مكان إيه؟ آخر اللي هو ده تعريف إيه؟ تعريف النقل طب الجزء اللي بعد كده أنواع تأمين النقل البر عندي زي ما احنا اتكلمنا وقلنا أن أنواع تأمينات النقل البر هم تلت حاجات اللي هو السيارات، الكتارات، الحافلات والشاحنات دي أنواع تأمينات النقل البر هناخد أول حاجة اللي هي السيارات السيارات بيعد النقل بالسيارات من أنواع النقل البر المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لأنها بتوفر الكثير من الوقت من الجديد ذكروا أن النقل بالسيارات أهمية بيلغة حيث يسافر الأشخاص من مكان إلى آخر بوسطة سياراتهم الخاص طبعا أول نوع من النقل البر هو السيارات والسيارات ده بيعتبر الأشخاص أنه من أفضل وسائل بالنسبة لهم لأنه ممكن ياخد اللي هي السيارة الخاصة أنه بينتقل من مكان إلى آخر النقطة التانية أو النوع التاني اللي هو الكتارات هنا بتعد من وسائل النقل البري الحديثة يتم من خلالها نقل الآلاف من الأفراد لمسافات كبيرة ضمن إطار بلدهم أو خارج نطاقها بالإضافة إلى قدرتها على نقل العديد من البضائع والمواد طبعا هنا زي ما احنا قلنا أن الكتارات دي من أنواع التامينات اللي هي البري أو النقل البري وهنا الكتارات دي بتقدم هي تنقل عدد كبير من الأفراد هل الكتارات دي بتنقل أفراد بس؟ لا طبعا هي بتنقل أفراد وممتلكات أو بضائع تقدم هي بتنقلها يعني هي مش بتنقل البس أو شخص لا هي بتنقل بضائع وهنا طبعا بتقدم بتاخد مسافات كبيرة جدا وبتقدم هي تنقل أكبر الآلاف من الأفراد النوع الثالث اللي هو الحافلات والشاحنات تعتبر الحافلات من وسائل النقل البري الجميعي استعمل على نقل العديد من الأشخاص من وإلى مواقع عملهم وكثير استخدام الحافلات بصورة واضحة في الدول النامية فهي وسيلة رخيزة الثمن فهي تعمل على توفير الوقت والأهد والميل وبتحدد من الازدحام والحوادث المرورية الناجمة من استخدام المركبات الخاصة وهنا بتعد الشاحنات من أفضل أنواع وسائل النقل للبرية وبتستخدم في نقل البضائع من مكان إلى آخر يبا احنا زي ما احنا عارفين من أنواع النقل برضك اللي هي الحافلات والشاحنات الحافلات تي هي بتكون من أفضل في الدول النامية بيكون من أفضل وسائل اللي هما بيستخدموها الحافلات تي هي زي الأوتوبيسات فهي بيكون رخيصة الثمن فهما بيفضلوا من هي تكون الأوتوبيسات أو الحافلات تي لأن هي بتجمع أكبر عدد ممكن من الأفراد وبيكون رخيصة الثمن فيه فبيبدأ أن هما في الدول النامية يقدر أن هما يتعاملوا معها أو يقدروا أن هما بيكون أفضل الوسائل بتاعتها طبعا الشاحنات الشاحنات دي هي بتقدر أن هي تنقل البضائع من مكان إلى آخر يبقى إحنا خدنا أنواع النقل وقلنا أنواع النقل اللي هما التلاتة اللي هي السيارات والسكك الحديد وآخر حاجة اللي هي الشاحنات والحافلات هناخد النقل للبر النقل للبر ده بيضمن التأمين بمكتدى هذه الوثيقة الفجد أو التلف الكلي أو الجزئي للرسالة المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة الناتجة عن حريق أو وقوح حادث انكلاب أو تصاد وكذلك خروج عربات السكك الحديدية عن كتبانا ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة أنه لا يجوز المؤمن له ترك الأشياء المؤمن عليها أو التخلي عن ملكيته لها اللي هي الشركة باعتبارها تالفة تلفا كليا إلا إذا زادت نسبة التلف 75% من قيمتها قبل وقوع الحادث يبقى هنا الوثيقة دي بتضمن التأمين على الوثيقة في حالة الفجد أو التلف الكلي أو الجزئي نتيجة له الحريق أو وقوح حادث انكلاب أو تصاد اللي هو النقل البر يبقى النقل البر ده إنه هي شركة التأمين تبدأ إنه هي بتأمن على الممتلكات أنا رايحة أن أنا أمن على بضعة موجودة مثلا هنقلها في سيارة فهنا الشركة التأمين بتأمن على البضعة دي من وقت الرحلة من وقت إن هي تتنقل من السيارة إلى ما تروح لمكان المخازن مثلا أو مكان اللي هو متفق عليه في الوثيقة هنا الشركة التأمين بتأمن على البضعة دي لو حصل أي انكلاب لقلبة السيارة دي لقدر له أو لحصل أي حادث أو حريق أو أي حاجة هنا شركة التأمين بتبدأ إنه يتعوض على الخسارة أو الحادث اللي هو حصل ده على قيمة الشين هنا أنا مأمن على البضعة بتاعتي ولازم هنا طبعا هنا المؤمن له ده بيبدأ إنه يدفع الأكساد عشان الأكساد دي لو هو بيدفعها عشان شركة التأمين لو حصل أي خسارة هنا بيبدأ إنه يعوضه عن الخسارة اللي حصلت فيه لازم هنا يكون الحسارة دي إما هنا حريق أو انكلاب أو أي اتصاد وممكن هنا السكة الحديد لأنه عندنا النقل البري أو التأمين البري هنا ممكن لما احنا قلنا إنه أنواع التأمين فيه السيارات وفيه السكة الحديد ممكن القطر يطلع عن الكتبان فينقلب فيحصل حادث فهنا كده شركة التأمين تعوض الحادث ده أو البضعة لو هي نقل البضعة عن طريق سكة حديد ده اللي هو النقل البري هنيجي البعد كده اللي هو إيه هي الشروط العامة لوصيكة التأمين النقل البري عند شروط العامة لوصيكة التأمين النقل البري هما أربع حاجات المخاطر المؤمن منها إيه هي المخاطر المؤمن منها تاني حاجة مخاطر لا يشملها التأمين إن التأمين ما يقدرش إنه هو يغطيه تالت حاجة مدة التأمين وآخر حاجة شروط سريان التأمين هناخد أول حاجة من الشروط العامة اللي هي المخاطر المؤمن منها إيه هي المخاطر المؤمن منها طبعا هنا بتغطي الوصيقة المخاطر الأتية مع مراعاة الشروط والاستثنائات والكيود المبينة فيما بعد إيه هي الوصائج دي أو إيه هي الشروط إن أنا براع شروط والاستثنائات أول حاجة إن هنا السلع المنقولة بخطوط الملاحة الداخلية تاني حاجة السلع المنقولة بسيارات النقل أو بالسكك الحديدية يقام بشوف السلع المنقولة بخطوط الملاحة الداخلية عن طريق النهر يقام السلع المنقولة بالسيارات النقل أو بالسكك الحديدية هناخد أول حاجة اللي هي السلع المنقولة بخطوط الملاحة الداخلية اللي هو الضياع والتلف المادي الذي قد يلحق بثلعة المؤمن عليها من جراء حريق أو غرق أو جنوح أو تصادم وحدة النقل المشحونة بها الثلع المؤمن عليها اللي هي دي الثلع المنقولة بخطوط الملاحة الداخلية اللي هو عن طريق النهر فهنا عن طريق النهر بهنا أو البحيرات فهنا اللي ممكن يحصل أن يبقى فيه ضياع أو تلف مادي نتيجة إيه؟ نتيجة حريق أو غرق أو تصادم طيب النوع الثاني اللي هي السلع المنقولة بسيارات النقل أو بسكك الحديدي الضياع أو التلف المادي الذي يلحق بالسلع المؤمن عليها من جراء حريق أو تصادم أو منقلاب السيارة النقل أو عربة السكك الحديدية أو عربة السكك الحديد المشحونة بها السلع المؤمن عليها أو بسبب خروج عربة السكك عن الكتبين بما في ذلك خروجها نتيجة قطع الفيضانات أو السيور وانهيار الكبار لخطوط السكك الحديدية يبقى هنا لازم المخاطر دي لازم نعرف السلع المنقولة السلع المنقولة عن طريق السيارات أو عن طريق اللي هي الملاحة عن طريق الملاحة إن هنا بيبدأ إن هنا التلف أو الضيار الناتج عن السلع اللي هي بتبقى عن طريق مثلا بسبب الفقد أو هنا بسبب مثلا التصادم بسبب الغريق ده في الملاحة اللي هو بيكون عن طريق اللي هو النهري أو البحيرات هنا برضك اللي هنا السلع المنقولة عن طريق السكك الحديدية أو السيارات بيكون برضك اللي هو الفقد أو الضيار نزيجة إن حصل تصادم حصل حريق حصل مثلا إن السكك الحديدية إن القطر مثلا طلع عن القطبين كل دي من الأخطار اللي هنا شركة التأمين بتعود عليه لو حصل الخطر ده يبقى دي من الأخطار اللي هنا لو شركة التأمين حصل فيها أي حاجة من السلع اللي أنا مأمن عليها هي شركة التأمين هتعودني عليها لأن دي من الأخطار اللي شركة التأمين هتعود في الجزء ده ده أول حاجة من الشروط طب تاني حاجة تاني حاجة اللي هي المخاطر اللي يشملها التأمين طبعا هنا المخاطر اللي يشملها التأمين إن هنا شركة التأمين لو حصل أي حاجة من الأجزاء دي هي شركة التأمين مش هتعود عليه من المعلوم المتفق عليه إن هذا التأمين لا يشمل بصفة خاصة الضياء والتلف الذي كان ينتج إلى أي مخاطر الآتية نحو حسب فقد أو الضياء بسبب الأسباب الآتية اللي احنا هنقولها دلوقتي أول حاجة اللي هو عيب ذاتي أو طبيعي في الأشياء المؤمن عليها أو تأثير الحرارة أو الكسر أو الشرخ أو الشطب أو التأكسد أو الثيلين كل ده نحو حصل لو هو في عيب ذاتي أو طبيعي أو هو تأثر بالحرارة أو الكسر أو الشرخ هنا أو الشطف هنا شركة التأمين مش هتعوض علي لو حصل تلف أو ضياء بسبب مياه الأمطور كده شركة التأمين مش هتعوض لو حصل هنا سرقة أو اختلاس أو عدم التسليم أو النقص في التسليم إلا إذا تتبع ذلك على أحد الأخطار المؤمن ضدها لو حصل السرقة واختلاس أو عدم التسليم يبقى هنا شركة التأمين ما بتعوضش على لو حصل السرقة واختلاس رابع حاجة اللي هو التدليس أو الإهمال من جانب المؤمن له أو كلاءه الممثلين أو من جانب أمناء النقل أو مساعدية أو عمالهم أو من جانب كتبان ووحدة النقل وطقمة أو من جانب سائق السيارة ومساعدية لو حصل أي إهمال من أي حد موجود في النقل أو في السيارة أو في الكتار وحصل إهمال أو تدليس هنا شركة التأمين ما بتعوضش عليه لو حصل هنا شحن الأشياء المؤمن عليها في سفينة أو سيارة نقل أو عربة سكة حديد مشحون بها في نفس الوقت حامد الإزوتيك الداخل أو نطرات السودا أو نطرات البوتاسيوم أو حامد الكابريتيك أو حامد الكابريتيك أو مخلفات الكنب والكتان أو البترور أو البنزين أي حاجة خاصة شحنت معيها حاجات قابلة للإشتعال أو حاجات مدرة أصلا ما ينفعش إن هي تتخزن بيها هنا شركة التأمين مش هتعوض عليها أو أي أنواع من المواد الكيميائية المفرقعة يبقى هنا لازم ما بيجي أشحن البضوع بتاعتي لازم إن أنا أشحنها في مكان آمن وما يكونش معاها مواد ضرة أو مسببة للمفرقعات أو قابلة للإشتعال كل مواد دي القابلة للإشتعال دي ما ينفعش إن أنا أحطها مع البضاعة عشان لو حصل أي خسارة هنا شركة التأمين أو أي فقدة أو أي ضياء هنا شركة التأمين مش هتعوض لأن هنا كده بيبقى فيه مواد قابلة للإشتعال لو حصل أي حاجة مثلا لو عجب السجارة اترمى في الجزء ده وفيه مواد فاعلة أو هنا قابلة للإشتعال أو هنا فيه مواد كيميائية أو مفرقعات هنا هتأتي إلى إن هو ضمار للبضاعة ككل هل كده شركة التأمين هتعوض على الفقد ده أو على اللي حصل ده بنتيجة للمواد الكيميائية أو المفرقعات أو المواد اللي هي قابلة للإشتعال لا طبعا هي شركة التأمين ما بتعوضش على الجزء ده وهي طبعا بتبقى قيلة في الوصيقة كده طبعا لو هنا البضاعة دي موجودة فيه على السفينة وحصل أمطار فهنا البضاعة دي تلفت هل شركة التأمين هتعوض البضاعة دي اللي هي تلفت بسبب الأمطار لا طبعا شركة التأمين مش هتعوض عليها طبعا زي ما احنا قيلين إن هنا فيه مخاطر شركة التأمين ما بتعوضش عليها لو حصل فقد أو تلف نتيجة الحاجات دي هنا شركة التأمين مش بتعوض على الجزء الخاص بيها طب بعد كده النقطة اللي بعد كده اللي هو الاستلاء أو الاختصوب أو المصادرة أو الحجز أو الكاء القبط أو اليقاف أو المنع أو ما يترتب على شيء من ذلك أو على محاولة القيام بأي شيء من ذلك وكذلك ما يترتب على الأعمال العدائية أو العمليات الحربية أو ما يشابه سواء أعلانة الحرب أو لم تعلن أو الحرب الأهلية أو الثورات أو التمرد أو العسيان أو الاضطرابات الداخلية النشاء عنها أو أعمال الكرسنة كل دي كلها شركة التأمين لو حصل أي فقد أو استلاء أو تلف هنا شركة التأمين مش بتعوض لو حصل أثناء الاختلاص أو اختصوب أو المصادرة أو الاضطرابات الداخلية أو الكرسنة كل دي شركة التأمين ما بتعوضش عليه النقطة اللي بعد كده اللي هي أعمال جماعات المدربين أو الموقفين أو المعتصمين أو المشتركين في حركات العمال أو الاضطرابات أو الاضطرابات أو الشغب والمظاهرات أو الاضطرابات الأهلية لو كان فيه اضطرابات أهلية أو شغب أو مظاهرات وحصل في السلعة دي هنا تلف أو فقد نتيجة للمظاهرات هنا كده شركة التأمين هتعوض لأن هنا كده شركة التأمين مش هتعوض لأنه دي من ضمن الاستثناءات إن شركة التأمين ما بتعوضش عليه تعطير الرحلة أو إلغاءها أو تعذر إتمامها نتيجة التحفظ أو إلقاء القبض أو اعتقال من الحكومة أو السلطات الرسمية أو الهيئات المحلية أو مختصب السلطة أو ممن يحاولون اختصاب السلطة لو الرحلة دي كان لها معاد معين وهي تلغط بسبب القبض أو اعتقال أو التوقف أو كل ده هنا شركة التأمين وحصل فيها فقد أو تلف هنا شركة التأمين مش بتعوض عليه يبقى إحنا زي ما احنا شفنا كده من العوامل العامة أو الشروط العامة فيه اللي هي الاستثناءات من التأمين إن شركة التأمين ما بتعوضش عليه الاستثناءات العامة شركة التأمين في وصفة التأمين النقل البري اننا في حاجات لو حصل فقدة او تلف هنا شركة تامين مش هتعوض زي لو حصل حرب حصل مظاهرات حصل امطار هنا اعتصامات اختلاص سرقة كل دي من العوامل اللي بتأدي لفقدة او تلف هنا شركة تامين مش بتعوض علي لو حصل مثلا توقف الرحلة الرحلة بتاعتي معادها يوم كذا فهنا اتلغت الرحلة مش هتطلع في اليوم ده وحصل بعد ما هي وقفت ومش هتطلع هنا حصل تلف مثلا او فقد او تسرقت هنا كده شركة تامين هتعوض لا هنا كده شركة تامين مش هتعوض هنيجي للبعد كده من الشروط اللي هي مدة التامين مدة التامين بتختلف من رحلة الاخرى او بتختلف من وسيلة النقل الى اخرى طب لو احنا شفنا مع بعض اهو مدة التامين هنا بيقولك بيسر هذا التامين لفترة مبينة زي ايه اللي هي السلعة المنقولة بخطوط الملاحة الداخلية تاني حاجة السلعة المنقولة بسيارات النقل تالت حاجة اللي هي السلعة المنقولة بالسكة الحديدية هنا بتختلف مدة التامين من خطوط الملاحة الداخلية لو السلعة منقولة دي بخطوط الملاحة الداخلية او السلعة المنقولة بسيارات النقل او السلعة المنقولة بالسكة الحديد هناخد اول حاجة اللي هي السلعة المنقولة بخطوط الملاحة الداخلية هنا بيبدأ التأمين من وقت رفع السلعة او السلعة المؤمن عليها من على الشاطئ لشحنها بوحدة النقل وبينتهي عند تفرغها بجهة الوصول المسكورة بهذه الوصيقة او على الاكثر بعد انكداء خمسة ايام من وقت وصول وحدة النقل يعني ممكن الوصيقة دي بتفضل او التأمين ده بيفضل من بداية رفع السلعة من الشاطئ على الشاحنة حتى وصولها او الانكداء خمسة ايام وقت وصول وحدة النقل تاني حاجة اللي هو السلعة المنقولة بسيارات النقل بيبدأ التأمين وقت شحن السلعة المؤمن عليها في سيارة النقل وبينتهي عند تفرغها بجهة الوصول المسكورة بهذه الوصيقة او على الاكثر بعد انكداء 24 ساعة من وقت وصول سيارة النقل يبقى هنا بتبدأ الشحنة بيبدأ التأمين من وقت شحن السلعة اللي هي المؤمن عليها في السيارة النقل طب بتنتهي امتى؟ بتنتهي عند تفرغها بجهة الوصول او لازم اننا بقضي 24 ساعة وقت وصول السيارة جيمي اللي هي السلعة المنقولة بالسكة الحديد لو بيبدأ التأمين من وقت تسليم السلعة المؤمن عليها الى السكة الحديدية تصدرها وينتهي عند التفريغ بجهة الوصول المسكورة بهذه الوصيقة او على الاكثر مدة انكداء 3 ايام من وقت وصول عربة السكة الحديدية يبقى هنا زي ما احنا عارفين ان هي مدة التأمين بتختلف من الوسيلة اللي انا بنقل فيها زي ما احنا شفنا ان احنا عندنا السلعة المنقولة على الملاحة غير السلعة المنقولة من السكة الحديدية غير السلعة المنقولة في السيارات بس هو بيبدأ التأمين من بداية ان انا ببدأ ان انا اعمل ايه احط الشاحنة او السلعة دي في الشاحنة مثلا او في السيارة هنا ممكن في السكة الحديدية ان انا بسلمها للسكة الحديدية وهما يبدأوا ده من بداية التسليم هنا بيبدأ التأمين بتاعك بينتهي الحد ما انا ببدأ ان انا توصل لمكاني الوصول والتفريغ بتاعك هنا في السكة الحديدية ممكن ان انا ابدأ التأمين 3 ايام بعد وصولها لمكان الوصول لان ممكن هنا السكة الحديدية بتاخد وقت طويل لحد ما هنا تسلم البدوعة او السلعة للشخص بتاعك فممكن ان هنا التأمين يوصل لحد ما يسلم البدوعة وقت الوصول لها او ممكن ان هي تقعد لحد 3 ايام اللي هي سكة الحديدية عن طريق الاطر يبقى احنا عارفنا اللي هي المدة المدة في التلات حاجات في الوسائل التلاتة اللي هي عن طريق الملاحة او عن طريق السيارات او عن طريق السكة الحديد كل التلاتة دول بيبدأ من ساعة التسليم او من ساعة ان هو النقل في الوحدة او الشاحنة اللي انا هشحن فيها السلعة بتاعتي او البطاعة بتاعتي طيب يبقى احنا كده عرفنا مدة التامين هناخد بعد كده اللي هو ايه اللي هو شروط سريان الوثيقة شروط سريان الوثيقة قعد انه لازم يبقى فيه شروط عشان هو ده انه المؤمن له انه هو يقدر انه يلتزم بالشروط دي عشان لو حصل اي خسارة هنا كده شركة التامين تبدأ انه تعود عليه طب ايه هي الشروط اللي هي شروط سريان الوثيقة اول حاجة بيقولك اهو انه يشترق لسريان هذه الوثيقة في فترات سليفة الزك ما ياتي ان تكون السلعة مشحونة على السفينة او سيارة نقل بطريقة سهولية صحيحة وان لا تزيد الحمولة على الحد المكرر في رخصة الملاحة او المرور يبقى هنا لازم السلعة المشحونة بتكون على سفينة او سيارة نقل ولازم ان انا السلعة دي ابدأ ان انا احطها او احط اشحنها بطريقة اصولية صحيحة وان الحمولة دي ما تزيدش عن الحد المكرر له تاني حاجة ان تكون السفينة او سيارة النقل صالحة تماما ومعدة لقيام بالرحلة المعقودة للتأمين بشأنها ومرخص للعمل في جميع المناط التي ستتم الرحلة خلالها يبقى لازم هنا في السلع المشحونة لازم السلع بتاعتي لازم ان انا اشحن على سفينة او سيارة ولازم ان انا اخزنها او احطها بطريقة اوصولية صحيحة وان انا ما زودش الحمولة بتاعتي دي من الشروط السريان وان تكون السفينة او السيارة النقل صارحة او معدة للكيام بالرحلة اجراءات تحرير طلب وصيقة التأمين احنا زي ما احنا اتفعنا ان احنا هنعمل ازاي نكتب طلب التأمين او نساعد العميل ان هو يكتب طلب وصيقة التأمين هنا بيانات طلب وصيقة التأمين اول حاجة اسم المؤمن له وبياناته لازم هنا باسم المؤمن له وبياناته الاسم اللازم يكون رباعي تانية حاجة وصف البضاعة المؤمن عليه تالت حاجة من البيانات الكيمة التأمينية رابع حاجة اللي هو تاريخ بدء الرحلة ومدة التأمين خمس حاجة نوع التغطية التأمينية سادس حاجة وسيلة النقل ومكان الشحن ونوع التأمين اخر حاجة من بيانات طلب وصيقة التأمين تاريخ تحرير الطلب دي البيانات اللي هي الخاصة بطلب التأمين طب لو احنا شفنا هو هي شكل الطلب شكل الطلب زي ما احنا شايفين اهو اسم طلب التأمين البعيد الالكتروني العنوان النشاط رقم الهاتف رقم الفاكس هنا وصف البضاعة المؤمن عليها هنا كيمة التأمين اللي هي كيمة البضاعة المصاريف الاضافية مبلغ التأمين هنا بيقول ما هو الحد الاقصى للسيارة في حالة ورد الشاحنة على اكثر من سيارة لو احنا فيه هشحن البضاعة دي في اكثر من سيارة الرحلة بتبدأ من ايه لايه ومدة التأمين قد ايه هنا تاريخ بدء الرحلة المتوقع انا هبدأ هامتا هل السيارة ملك طالب التأمين لو السيارة اللي انا بنقلها دي ملك اللي طالب التأمين ولا لا اذا لم تكن السيارة ملك لطالب التأمين وكان مستأجرها من شخص تالت فالهناك عقد ايجار نول نعم او لا هنا ما هي نوع التخطية التأمينية المطلوبة هل تخطية موسوعة ولا تخطية اختار طريق فقط طبعا بيبقى فيه اقرار وبيكتب الاسم وي التاريخ اللي هو طالب النقل البر ده شكل طلب التأمين النقل البر هنيجي البعد كده اللي هي بيانات وصيقة التأمين بيانات وصيقة التأمين اللي هي رقم الوصيقة رقم طلب الوصيقة ويجب ان يكون الرقم مطابق لرقم الطلب السابق تحريره من كبل طالب التأمين تلت حاجة اسم المؤمن له وبياناته البضائع المؤمن عليه اسم الوحدة الناقلة مبلغ التأمين وقيمة الكست واخر حاجة اللي هي بيانات الكست اللي هي شاملة دمغة ومصاريف الاسدار وغيرها من المصروفات ده شكل طبعا وصيقة تأمين النقل البر هنا اسم المؤمن له العنوان طبعا سعر التأمين البضائع المؤمن عليها مبلغ التأمين اسم الوحدة الناقلة اسم الوحدة بيبقى مكتوب فيه اسم الوحدة الناقلة الرحلة من الى ايه الشروط والاشتراطات الخاصة طبعا هيبقى فيه اجمال الكست دمغة النسبية دمغة الاتساع الشوف الرقابة مصاريف اصدار الوثيقة والجملة طبعا هنا بتتعهد فيه اقرار كده او بتتعهد الشركة بان تدفع المزايا التي يكافلها هذا العقد لما هو مذكور بالشروط العامة المرفق بشرط ان يكون المتعاقد قد تسلم الوثيقة وسدد الكست الاول يبقى هنا لازم ان هو يكون سدد الكست الاول عشان كده شركة تأمين لو حصل اي خسورة او اي تلف او اي ضيوع هنا شركة تأمين هنا بتسدده وبيقولك ان بتعتبر الشروط العامة وكذلك الخاصة ان وجدت الملحقة بهذه الوثيقة جزءا لا يتجزأ منها واساسا لها وذلك فضلا عن احكام القانون المدني فيما لا يرد به نص وهنا الشركة بتوقع عليها ده نموذج ليه وثيقة التأمين نيجي نشوف مثال لو احنا خدنا مثال زي ان احنا نكتب او نملى طلب الوثيقة والوثيقة هنا بيقولك بصفتك فني تأمينات تجارية بعد شركات التأمين تقدم اليك العميل اياد اشرف محمد محمد خلي بالكم لازم تكتب اسم العميل الرباعي اياد اشرف محمد محمد هنا تقدم اليك اللي هو العميل ده في واحد واحد عشرين واحد وعشرين لتنفيذ وغصيك التأمين البري فاذا علمت ان واعطيك البيانات هو اعطيك تاريخ الميلاد اعطيك الرقم القومي المهنة والعنوان اعطيك البريد الالكتروني والمحمول والرقم الفاكس ومحل الميلاد وايه هو النشاطه ووصف البضاعة وكمة البضاعة كام ومبلغ التأمين يعني كمة البضاعة اعتقالك بمئة ألف جنيه ومبلغ التأمين اعتقالك بخمسين ألف جنيه وعطيك ان الحد الاقصى للسيارة أربعمائة كيلو جرام واعطيك مدة التأمين اللي هي سنة واعطيك ان الرحلة تبدأ من البحر الأحمر الى السويس وتاريخ بدء الرحلة المتوقعة خمسة واحد عشرين واحد وعشرين طبعا ايلك ان التغطية التأمينين المطلوبة اللي هي تغطية أخطار الطريق فقط ان انا هغطيت اللي هي الطريق بس تغطية أخطار الطريق فقط واعطيك اجمال الكست خمس تلاف والدمغة النسبية خمسين قرش ودمغة التساع خمسة جنيه والشوف الرقابة خمسين قرش ومصاريف اصدار ستين جنيه واسم الوحدة الناقلة اللي هي برسيدون طبعا زي ما احنا اعطينا في المثال اهو عطيك بيانات اهو هو في الاخر هيطلب منك اللي هو طلب التأمين اللي انت تساعد العميل ان هو يملى التأمين او يملى طلب للتأمين اللي انت كفني تأمينات انت مش بتامله طلب التأمين اما المين اللي بيملى طلب التأمين هو العميل ان انت بتساعد العميل ان هو يكتب طلب التأمين وطبعا هتكتب برضك الوصيقة التأمين طب لو احنا جينا مع بعض ونشوف هنبدأ ازاي فيه طلب التأمين او زي ما هو عطاك فيه على الشاشة كده المثال هنبدأ نشوف في المثال بتاعنا ونبدأ ناخد البيانات من المثال ونحطها فيه النموذج طلب التأمين بتاعنا واول حاجة فيه طلب التأمين لازم تكتب اسم مؤمن له الرques ما تكتبوا ليش ثلاثة تكتبوا الرques يبقى هنا اول حاجة هنكتب وانا المؤمن له كان اسمه ايه كان اسمه فيه المثال بتاعي او طلب التأمين هنبدأ مع بعض هنكتب اول حاجة هو في الطلب التأمين كاتب ايه بيقول لك عاوز اسم طلب التأمين عن اسم طلب التأمين بتاعي هو هو إياد أشرف محمد محمد البريد الإلكتروني زي ما هو عطهه لك هتكتبه اللي هو إياد بس طبعا هنا عشان الخطة هيكون صغير فهنحاول بقدر إمكان إن أنا أرهلكم بنكتب كده إياد أشرف ونكمل مع بعض اللي هو الإيميل اللي هو عطهه لك طيب العنوان هو العنوان عطهه لك اللي هو 30 شارع المحطة أصوام هنا النشاط النشاط كان قائل إنه هو تجاري رقم الهاتف اللي هو رقم التليفون أعطه لك إنه هو 0 أربعة صفار هنا سبعة 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 خمسة طيب رقم الفاس كان أعطيك إنه رقم الفاس إنه هو زيرو تنين تلاتة ستة 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 تسعة 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 طبعا قال لي وصف البضاعة المؤمن عليها طب أنا وصف البضاعة المؤمن عليها كان أعطه لك في المثال إنه هو أجهزة كهربائية فهنا أكتب هنا هوا أجهزة كهربائية هنا كيمة البضاعة المؤمن عليها هو إيه لك إنه هنا كيمة البضاعة كام قال لك اللي هو مكتوب عليها اللي هي 100 ألف جنيه هنا المصاريف الإضافية كان أعطيه لك إنه أنا بجمع المصاريف بتاعتي بجمع المصاريف بتاعتي اللي هي إيه 50 أرش 5 جنيه اللي هي دمغة نسبية زائد دمغة التسعة زائد الشوف ورقاب زائد مصاريف إصدار هتبقى المجموع كله اللي هو 66 جنيه طيب هنا مبلغ التأمين أعطيه لك اللي هو 50 ألف جنيه بيقولك هنا ما هو الحد الأقصى للسيارة أنا كان أقول لي إن الحد الأقصى 400 كيلو جرام اللي هو 6 تن طيب هنا الرحلة بتبدأ من إيه لإيه؟ الرحلة بتبدأ زي ما إحنا قايلين إنه هو الرحلة هتبدأ من البحر الأحمر البحر الأحمر إلى السويس مدة التأمين أنا مدة التأمين بتاعتي هو عطهارك اللي هي بتبدأ من كم لي كم؟ بتبدأ من 5 واحد عشرين واحد وعشرين إلى اللي هي خمستاشر واحد عشرين واحد وعشرين تاريخ بدء الرحلة أنا هبدأ الرحلة تاريخها إمتى؟ هو إيه لي إن الرحلة المتوقعة هتبدأ خمسة واحد عشرين واحد وعشرين هل السيارة ملكة لطالب التأمين؟ طبعا هنا إن السيارة ملكة لطالب التأمين فأنا هعمل نعم إنه هو كاتب لي في المسألة إنه هو السيارة ملكة لطالب التأمين طبعا هنا كده خلاص لو إحنا قلنا إن السيارة ملكة لطالب التأمين خلاص هعمل صح يبقى الجزء اللي تحت اللي هو بيقولك إذ لم تكن السيارة ملك لطالب التأمين وكانت مستجرة يبقى هنا الجزء ده أنا مشاجه جانبه لأننا خلاص أن السيارة دي ملك لطالب التأمين هنا التاني حاجة اللي هو ما هو نوع التغطية التأمينية المطلوبة هنا نوع التغطية التأمينية المطلوبة هو كان قيل لي أن أنا بعمل تغطية أخطار الطريق فقط تغطية أخطار الطريق فقط يبقى هنا أعمل علامة صح في تغطية أخطار الطريق فقط زي ما احنا شايفين هنا تغطية أخطار الطريق فقط طبعا هنا الإكرار موجود بعدها بعمل إيه؟ بعد أكتب هنا اسم اللي هو المؤمن عليه اللي هو اسمه إياد أشرف محمد محمد زي ما احنا اتفعنا أن احنا لازم نكتب اللي هو الرباعي طبعا هنا التاريخ اللي هو واحد واحد أن أنا بعمل الطلب ده واحد واحد هنا عشرين واحد وعشرين ده هو تاريخ الطلب هنا زي ما احنا اتفعنا أو زي ما احنا شايفين مع بعضه هو ده شكل الطلب وانا انا بزي باملاء باملاء زي باملاء ان احنا ببدأ اشوف ايه البيانات اللي هو عطالي في طلب التأمين وابدأ ان انا احطي الطلب ده هنا طلب التأمين ده مش لازم ان المدرس ديك مثال وانت تطلع من البيانات دي انت ممكن ان انت في البيت تتعلم ازاي تكتب طلب التأمين ممكن تطلب من اي حد تبدأ ان انت تاخد من البيانات بتاعته وتكتب بيها الطلب التأمين مش لازم مثال ان انا ادهو لك وابدأ ان انت تكتبه انت لو انت عرفت البيانات بتاعت كل واحد وبدأت ان انت تكتبها كده انت مالية طلب التأمين وطلب التأمين زي ما احنا اتفعنا ان هو بتبدأ لازم تكتب اسم المؤمن له ده ولازم تكتبه رباعي لازم تكتب التخطية التأمينية بتاعته ولازم ان انت تكتب مبلغ التأمين وهي المبلغ التأمين كام ولازم تكتب اللي هو التوقيع والتوقيع يكون رباعي كل البيانات دي لازم انت تكون كتبها ويعرفها من المثال اللي انا كنت على تشخوركم دلوقتي احنا كتبناه في شكل طلب التامين لو احنا شفناه انا عملته في الورقة طبعا هنا الورقة كان شكله صغير او الخطه صغير بس اقدرت بقدر الان كان ان انا اوريكم ازاي تكتبه في طلب التامين لو احنا شفناه على الشاشة هتلاقوا طلب التامين هنا نموذج لطلب التامين بعتقد ان هو وردك هيبقى زي ما احنا عملناه بالزبط ده شكل طلب التامين في الاخ وخالص بعد ما احنا كتبناه مع بعض هنيجي مع بعض بقى نشوف نعمل بعد ما كتبنا طلب التامين هنبدأ نشوف اللي هو وثيقة التامين ووثيقة التامين زي ما احنا عارفين ان الوثيقة التأمين باخد البيانات اللي موجودة في طلب التأمين وبكتبها في الوثيقة زي ما احنا عارفين ان البيانات اللي احنا اخدناها هبدأ ان انا احطها في الوثيقة الوثيقة ايه بتاعتي فهو اول حاجة في الوثيقة هو بيقول لي هو رقم الوثيقة كامي رقم الوثيقة كامي هو بيبقى اعطها لك فيه المثال طب انا اعطيني المثال هنا أن الرقم كام اللي هو اللي هو كام أهو عطولك أن رقم الوثيقة التأمين رقم 99 أو 4 دي رقم الوثيقة وعطيك أن رقم التأمين أو طلب تأمين النقل للبري عطولك 3 خمسات لأنه هو بيقولك المطلوب مساعدة العميل في استفاية بيانات طلب تأمين النقل للبري اللي هو رقمه 555 علما بأن سيارة ملك طالب التأمين إعداد وثيقة التأمين ورقم الوثيقة وهو وثيقة التأمين اللي هي 490 طبعا لو إحنا جينا بصوا هنكتب بس الطلب أو وثيقة التأمين شكل وثيقة التأمين زي ما إحنا قلنا هيبقى وردك اسم طالب التأمين وهتكتب مبلغ التأمين وهتكتب البيانات الخاصة بالتأمين طبعا لو إحنا المفهود أنه نكتبها هنا مع بعض بس للأسف هتكون هنا الحلقة خلاص هتنتهي فإحنا ممكن إحنا نشوفها مع بعض على الشاشة اللي هو شكل الوثيقة هنا شكل الوثيقة هوا اللي هو نموذج وثيقة التأمين رقم 490 هنا اسم المؤمن له إياد أشرف محمد محمد هنا السعر التأمين 50 ألف جنيه هنا العنوان 30 شارع المحطة أسوار البضاعة المؤمن عليها أجهزة كهربائية مبلغ التأمين هو 50 ألف جنيه اسم الوحدة النقل اللي هو بوسيدون هنا الرحلة من قلنا أنه هو من البحر الأحمر إلى السويس وبدايتها من 5.1 إلى 15.1 وطبعا هنا بنكتب الشروط والاشراطات الخاصة أنه يكون السلعة المشحون على سيارة النقل بطريقة أصولية صحيحة وأن هنا بيكون سيارة النقل صالحة تماما ومعدة لقيام بالرحلة المعقودة التأمين وإن تكون الرحلة النقلة رحلتها بعد إتمام شحنها مباشرة أنها بتبدأ الوحدة النقلة رحلتها بعد إتمام شحنها مباشرة وطبعا حاطين إجمال الكست اللي هي 5000 والدمغة النسبية ودمغة الاتساع كل ده في الآخر شركة التأمين بتوقع عليه طبعا كده احنا أخدنا اللي هو وثيك التأمين النقل البري واتكلمنا عن النقل البري واتكلمنا عن شروط سريان الوثيقة واتكلمنا عن طلب التأمين ووثيك التأمين النقل البري طبعا للأسف هنا حلقتنا انتهت استنوني في الحلقة الجاية هنكمل إزاي من هنا تعويد أو تسوية التعويدات في وثيك التأمين النقل البري أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة